بسم الله الرحمن الرحيم ولقاء القصمة الكاميروني مبارانة تمنى فيها الانتصار لهلال السودان الذي يتشبث بالامل الاخير للتأهل لدور الاربعة وارضاء جماهيرها الغرفيرة التي ظلت لسنوات تنتظر اللقب الافريقي وفي المضارات الماضية رأت يتباعد اللقب الافريقي من فريق نادي الهلال بعد الخسارة المفاجئة بين الهلال امام انبيا وسبحان الله قبل يعني شهر من الان كانت الامنيات بنسبة لفريق الهلال التصدر وكانت الرؤية التصدر كأول الوجموعتين ولكن كرة الغدم دوارة وغدارة كرة القدم وما فعلت بالهلال بان يخسر لقاءين امام القصن في الكاميرون وان يخسر امام انبيا في معقلة صعب المراس ملعبنا للهلال ولكن هي الاقدار وبواقع اقدام لقاء القصن ومباراة اليوم نتمنى الانتصار لفريق الهلال الهلال يلعب اليوم الفون للهلال وفوز ان ينبع على القطن يعني الهلال يلعب ان يفوز بشرط خسارة القطن او تعادل القطن ان يتعادل الهلال او يتعادل القطن ليس ايضا في صالح الهلال اذا الفوز هو المصطب الاول بنسبة للهلال بعد ذلك اقدار المباراة الاخرى بين القطن وبين ان ينبع تلعب دورها بشكل كبير ونكتور منعوم من البجاية محاولة استقدم وعلى محجوب ولهذاك ولكن ضاعش ولكن ضاعش يمس الحديث العزيز للجماهير تحدث ان الخوف ليس على مباراة المباراة بل هذه المباراة بل هذه المباراة على لعب الهلال ان يكون في الحسبان وفي الوجدان معنى الانتصار في مباراة اليوم المباراة بالتشكيلة الهلال يطلل هذه المباراة بالمعز محجوب حراسة المرمان بالدفاع عربع لعبين امير الربيع باري تنبا سيخ مستاوي وسامة تعاون وسط الملعب خليفة واحمد اثير توماس وعمر بركيث وهيثم الطفا بيشا وادواردو سادنبا في المقدمة وهي تشكيلة مغايرة لالسيد ميلادانسر دوبيتش الشهير بميتيو والاشكالية ما زالت مستمرة عزيزي ميتيو لان الهلال منذ بداية البطولة لم يلعب بتشكيلة ثابتة رغم لعنة الاصابات ولكن بشكل متواصل كوكتيل من التشكيلات المختلفة نجد في كل مباراة وهذه سلفية ايضا كنا تحدثنا عنها عموما فريق المغربي الهلال على يطار الشاشة بلونه الابيض الازرق عفوا واللون الابيض بينما فريق الرجاء يلعب بطار الجرموني في حراسة المرمى اربع لعبين في خطة دفاع عمر تيوب في اليسار امين الرباطي محمد اولحاد في خلبي دفاع محمد الشيبي يمينا وسط الملعب كوكو بايلة ومصطفى الطلحاوي في الامام ياسير الصالحي حسن صير وبشهرين بلنباركي والغطاء يأتي في اشارة حكم المباراة الحكم الموريتاني الذي يفود لقاء اليوم الحكم اول جح حكم الموريتاني اشهر حكم موريتاني يفود لقاء اليوم خطأ لصالح نادي الهلال وهي فالمصطفى هو المتعاهد جوما والمتغسط جوما في تنفيذ الاخطاء بالنسبة لنادي الهلال تطأ امامنا والرجاء بعد ان فقد فرصة التأهل بعد ان يتيح حتى فرصة التأهل في المباراة الماضية امام القطر وكاد كاد ان يتأهل الرجاء لولا الشوط الثاني وما ادراك من الشوط الثاني الذي يعتبر قدرا للهلال او للرجاء شوف الكورة الماضية كانت امامنا الزفن الساوي كانت استخلاص الكورة الماضية وامام تجهيع جماهيري راجة راجة لجماهير الرجاء المعروفة يضغط امامنا فريق الرجاء فريق خطير ونتمنى نتمنى من فريق الهلال بلا افراث ولا تفريض لا افراث في الدفاع ولا تفريض في الهجمان يلا يا خليفة عمر مخيز هيس المصطفى في المتصفى في الملعب تمرير الافيشيا محاولة امامية لدواردو سادومبا الانطلاق والاعتمال على السرعة لدواردو سادومبا والضغط يساسي من جانب محمد اول حاج الى طارق الجرموني حارث المرمى محمد الشيبي تمريره من جانب محمد الشيبي عادت الى حارث المرمى طارق الجرموني كورة منعوبة امامية مرت الى رمي السماسة الجانبية وهنا ميشوا بنظرات تكفي نظرات الحقيقية لمستقبل الهلال كما ذكرت عين هنا وعين هناك والجماهير التي تحدثت ما نكون كل هذه الثلاث يا هلال ما نكون كل هذه الدوشة وهذا الدوران وهذا الصداع يا هلال مباراة الماضية كان حسمها وانتهى ولكن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب وعلى ما مضى وعلى ما ولأ نلعب بالدعوات نلعب بالدعوات وبالأمنيات أربع خمس دقائق من زمن الشوطي الأول والتعادل السلبي بين الفريقين كورة منعوبة أمامنا في متأسف الملعب الدفاعي هنا حاول لبشة تمريره ولكن مرت بشكل خاطئ كورة بشة تمرير منعوبة ومحاولة أمامية استلام حاضر أمامنا وكورة وصلت إلى محمد أول حاج رجاء أحد الفرق الكبيرة في المذرب وأحد أكبر وأعتقى الأنجية الأفريقية الكبيرة لهذا الفريق حضور جماهيري ليس بذاك الحضور المرجو والمطلوب لأن الفريق فغت فرصة التآهل ولو كانت هناك فرصة لنرأي جماهير ترى لها العجل كورة منعوبة طارف جرموني يلعب كورة من جرموني إلى محمد الشيبي إلى بايلة في متصف الملعب تغيير تجاه اللعب من جانب بايلة إلى كوكو انطلاقة أمامية عن طريق ياسين الصالحي مرور من جانب أثير كومس وكورة أمامية ولكن استدلع في الكورة المهمية الحذر من انطلاقة الخطير مشعيف المباركي اللاعب الذي طال وجال في الملاعب الخليجية صاحب خبرة احترافية كبيرة جدا في مختلف الملاعب للاعب بشعيف المباركي تمرير منعوبة في متصف الملعب ياسين الصالحي المحرك الرئيسي للهجمات هو أو اللاعب بايلة كورة منعوبة وصلت بشعيف المباركي تمريره بدفع المباركي للبيشي يبحث عن عرضية ومرت من الجميع خطير فريق الرجاء وهو لفتر حتى الآن وحاولت المرور واستفلاص بشكل ممتاز سلام أثيركم أفضل لعبي الهلال في المباركي الماضية أمام أنيمبا وفي الفترة الأخيرة يقدم عطاءات ممتازة لللاعب الرائح عثير تومبا كورة منعوبة من جانب عثير تومبا ادوار بياس تومبا اظهر يا ساسا وبان عليك الأمان لتآهل بإذن الله تمريره من جانب خليفة أحمد عمر مقريس عمر إذا سامى التعاون سامى التعاون لسيخ مساوي مساوي إلى فارس يمبا تفاتهم من جانب فارس يمبا خليفة في منقصف الملعب خليفة ضيفا على منطبة وسط الملعب واعتقد أن فعالية خليفة يعني ليست تلك الفعالية الكبيرة في منطبة وسط الملعب سعب تعاون طوال سنواته أن يلعب في مركز الظاهير وبالتالي هذا المركز لا نرى فيه إنتاج ماضح أو دور فعال لخليفة كورة منعوبة أمامية تمريره في منطبة الملعب عادت مجددا عدوار تصدق يلا يتقص منطلاقة في الأمام ولكن قصل إلى محمد أول حاج والكورة إلى حارس المرمى طارق الجرموني الجرموني إلى أمين أرباطي لاعب أيضا بخضرات كبيرة وقائد دفاع فريق الرجاع في منتصف الملعب إلى كوكو كوكو تغيير تجاه اللعب كورة عالية من جارب كوكو وصلت إلى اللاعب أحسن طير طار أحسن طير في الكورة الماضية وتمريره أمامية من جانب التعاون يلا يا بيشة صلاحة في الأمام وحاول من بيشة منتقدم وحاول أمامية مرور من جانب بيشة تمريره منعوبة لا هيثم الصفا كورة إلى الثلاثة داخل منطقة الجزاء وعادت مجددين شوف التكتل الدفاعي باللون الأبيض والزحمة الدفاعية من جانب الرجاع الرجاع حاول لتنسيله ونهار في المنطقة الجزاء ولكن سهل الكورة الماضية يا أسامة تعاون لاعب يحتاج لمعاونة متواصلة تمريره في متلصف الملعب إلى مصطفى صلحاوي صلحاوي إلى محمد الشيبي ظهير أيمنه لكن بنزعة هجومية بنزعة هجومية كوكو من كوكو إلى الصالحي صغير تجاه اللعب هنا المحاولة أقصد جهة اليمنى ومحاولة في الأمام ليستقضوا منطلاق أمامية والبحث عن الكورة العرضية ولكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة إلى ضربة الهلال مع الفرق المغربية في هذه البطولة وفي الجامبيون استحديدا أول لقاء يعني في تاريخ لقاءات الفرق المغربي والهلال كان عام 88 أمام فريق الجيش المغربي وكانت الهلال فات في ثهاب في هدف لي أوسامة صفحة الخصارة بعد ذلك بثلاثة أهداف وقابل لا شيء أمام الجيش المغربي فت مجددا ومحاولة الاستقدم للأمام عن طريق دورد السادومبا ثافة أرضية ومرت إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب هنا ذكت البدلاء لنادي الهلال ونطرات الترقب كما ذكرت عين هنا وعين هناك وهنا افتسامة بإذن الله تاكل افتسامة الكبيرة والفرح الكبيرة لجماهير الموج الأسرق وجماهير السودانية بالتأهل بإذن الله رمي السماس الجانبية افتسامة تعاوز كرة داخل منطقة الجزاء ولكن خطأ على في الشافية الكرة الماضية لصالح هذا اللاعب عمينا مباطي اللاعب أيضا الذي لديها العديد من التجارب سواء في الملاعب الخليجية في دولة الإمارات مع الوحدة الإماراتي أو في دولة قطر مع نازي قطر القطري عموما فريق الرجاء هو يعتبر مخصن رئيسي لإنتاج المواهب والنجوم بل مطمع للمواهب والنجوم هذا الفريق الكبير صاحب التاريخ العريق في كرة القدم المغربية ويكفي إجال ذات الفريق عشر بطولات دوري ست بطولات كأس العرش التشمبيونز لفريقي ثلاث بطولات كأس الاسلحان بطولة الأفرار دوية بطولة يعني التاريخ وسي بي وسيرة ذاتية حافلة بالألقاب لفريق الرجاء المغربية وبالتالي اسم صاحب تاريخ كبير ولكن هذا العام هذا الملعب رأيناه يختذ ملعب مركب محمد الغامس بفريق الودادة البيضاوي وجماهيرة الكبيرة التي أيضا فرحت بالتأهل لدور نصف النهائي في رفع فريق الترجيء التونسي والمتأهل سواء الهلال أو القطن سيلاقي فريق الترجيء التونسي والعفة بفريق هذا الهلال أن يلحق بفريقي الترجيء التونسي والعداد معز محزوب سورة ملعوبة أمامية غالفة الشاطر كانت بألف في المباراة الماضية معز ولكن كما ذكرت ما فأ مضى ولا وانتهى تبرير ملعوبة أمامية محمد الشيبي حاولت الانطلاق عن طريق بوشعيب المباركي بوشعيبي حاول التفاديم للأمام وسام الربيع في التفطية وسام الربيع في التفطية وأيامك ربيع إن شاء الله أيامك ربيع وعلى جماهيرك يا والسلام الربيع كما ذكرت الفرق المغربية لعبة أول لقاء كان عام 88 بين الهلال والجيش ثاني لقاء ثاني لقاء كان عام 92 مع الوداد وفاز الوداد 2-0 في المغرب وتعادل الفريقان تلبياً بلا أهداء هناك في أمدرمان لأن هذه اللقاءات بالنسبة للإلال في الشامبيونز بينما كان له لقاء مع أبو كريبك المغربي في الكونفيدرالية في الـ 60 ثلاث لقاءات في البطولات الأفريقية سواء الكونفيدرالية أو الشامبيونز المغريقي جمعت الإلال في الفرق المغربية ولكن على صعيد المنتخب الوطني وأول لقاء تاريخي يعني فيه أول لقاء في كرة القدر السوداني مع كرة القدر المغربية كان ذلك في عام 69 تحديداً في أكتوبر 10 عشرة 69 في تصفيات التأهل للمونزيال وكان السعاد بصفر صفر وفي المغرب فازل ثقب المغربي ثلاثة صفر كرة ملعوبة في الأمام عادت في متصف الملعب على صعيد الفردي من لاعبين أول لاعب سوداني يسجل في مرمى وفي تاريخ السودان والمغرب أول لاعب سوداني هو نجم أوصف نادي المريخ الكبير وكان ذلك تحديداً في عام 72 كرة ملعوبة في الأمام ومحاولة للتقدم تمرير التخلص في متصف الملعب كرة حاضرة إلى عمر بخير عمر بتمرير إلى الربيع تمرير أمامية دوارتو ساتونبا نقلات هلالية سمراء متواصلة تبحث عن هجم وعن احتزاز للشباك عمر بخير للقائد هيثم مصطفى هيثم تمرير من جانب هيثم كرة ملعوبة في الأمام وصلت له سامة تعاون سامة يحاول أمامنا في متصف الملعب إلى هيثم يالسلام تمرير ومحاول بشكل ممتاز يلا العرضية تعاون ولكن سهل ولكن سهل السامة تعاون التمرز في المباريات الأفريقية ليس بتلك الفن يعني لم يتمرز كثيرا ولم يلعب العزيز من المباريات الأفريقية في الكامبيونس الأفريقي وأداءه نراه يعني شخصيا أراه يعني في كثير من الأحيان أداءه وقل من المتواصل في أكثر من مبران وصلتها عموما كورا ملعوب أمامنا نلعب في أربعة عشر دقيقة ندخل في ربع ساعة من زمن الشوط الأول وما زال التعادل السلبي بين الفريقين أجلال الرجاء في الجولة الأخيرة من الشامبيانس الأفريقي دوري المجمو كورا ملعوبة في متصف الملعب بوشعيب المباركي يتقدم للعاق سلاح جرس ملعوبة في الأمام بشكل ممتاز وانطلاق أمامي إلى الصالحي ومرت الكورا مرت الكورا إلى خارج أرضية الملعب كورا محاولة مرت لرمي التماس الجانبية منعوبة هنا للطلاق أمامية عن طريق فايلة فايلة إلى تزديدة وسهلة في أحضار المعز سهلة في أحضار المعز معز يلعب كورا في الأمام مرت إلى رمي التماس الجانبية كان الحال عليه بنفس الطريقة كورا خطأ واختسب هنا من جانب حكم اللقاء للصالح الرجاء خطأ للصالح الرجاء شوف الانسلام والتغطية هنا كانت من جانب باري تيمبا مصطفى الطلحاوي منعوبة الكورا من جانب مصطفى الطلحاوي وصلت إلى كوكو كوكو أو بايلة ينعب كورا أمامية وخيف مستاوي سرطيخ الخلف من جانب مستاوي دام التعاون نقلات ثلاثية من جانب لعلي الهلال في الخطوة الخلفية باري تيمبا عمر بخيت منتصف الملعب عمر بخيت لهيثم مصطفى هيثم نقلات متواصلة عادت الكورا لهيثم يحتاج الهلال للدفاع للأمام بشكل أفضل والزيادة الهجومية شوف اللون الأزرق لا نجد لا نجد في منطقة جزاء فريق الرجاء لأن المجموعة التي نراها يعني لما نتحدث عن خليفة عن أسير تومس الربيع جينبا مستاوي التعاون عمر بخيت ست ناعبين من دوية النزعة الدفاعية ستة من دوية النزعة الدفاعية وبالتالي الزيادة العددية والاندفاع يعني يتطلب مجهود مضاعف من جانب خليفة كورا منعوبة في الأمام وفي أخضان خليفة وبشة بالإضافة لعمر بخيت أثناء الهجمة الهلالية لابد الاندفاع على الأمام لنرى الزيادة العددية وبالتالي نجد نتائج إيجابية على مرمى الحارس طارقة وفي أخي سامس تعاون تمريره في الأمام لا ننسى أيضا ونضع في الحصفان أن الإصابات أرهقت الفريق الهلالي الإصابات شكلت صداعا شكلت صداعا وأرقا لطاقم الفني لنادي الهلال الإصابات وما أدراك كما لعنة الإصابات التي ظلمت لاحق لاعبي الهلال طوال هذه البطولة عموما هي ليست جماعة لأن الهلال المباريات التي فقدها والنقاط التي فقدها الهلال كانت بأخدام لاعبي الهلال بكل أمام لا نجاه المجهود الفرق يعني الخطوة لمباراة التي كانت في الكاميرون أو لقاء ولكن بأخطاء واضحة من لاعبي الهلال سواء في مركز الحراسة أو في دفاع على الهدان كورة منحوبة أمامها تمرير من بيشة بالشكل الخاطئ بلا عنوان من بيشة أمينة رباطية في متصف الملعب إلى مصطفى طلحاوي بحاول استخدام الطلحاوي يلا يا تعاون كورة إلى بيشة هيصة مصطفى تمريرة ممتاثة لسدنبا يلا يا ساسة عرضية ولكن مرت مرت إلى خارج رضية الملعب بالجانب أمينة رباطية ومتاثة زعبو الهلال التقدم إلى هذه المنطقة بشكل متواصل ومحاولة الوصول لأكثر من مرة تعطي فتحة في معنى الوصول لمنطقة جساء الراجع ضربة رثمية خليفة في تنفيذ الضربة الرثمية كورة ملعوبة من جانب خليفة ولكن كوكو يفحدها إلى رمي التماس جانبية رمي التماس ملعوبة لهيصة المصطفى هيصة بني السلام يلا يا خليفة حاولت استخدام والعرضية ولكن إلى خارج عرضية لشباب الجهة اليمنى لفريق الهلال الجهة الممتازة وفعالة وهناك خلل واضح في الجهة اليسر للفريق الرجاء ولا بد استغلال هذه النقطة أكثر من ضربة أكثر من كورة عكسية خليفة 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 لا ينتعامل فيها بشكل خليفة ضربة رثمية هيصة مصطفى وين الرأسية مزاوية ولكن مبعدة وصلت هنا إلى خليفة عادت لهيسم هيسم كورة ملعوبة وعكي ضاعت ضاعت يا باري يا دمبا محاولة ممتازة كانت وباري دمبا افتقدت لجقة يا باري يا دمبا شوف هيسم مصطفى والذنب للمصر والقلم على رأسه قال له جيبه في الشبكة جيبه في الشبكة يا باري ولكن مرت إلى غارج أرضية الملعب لعبة افتقدت لجقة في نظرات الحصرة لميشو الذي يخفي بنظراته نخفي نظراته بالنظارة الشمسية اللامسة بالنظارة الشمسية من شو أراك ولا تراني كورة منعوبة محاولة هنا أمامنا محاولة إبعاد كان الكورة الماضية عادة المستصفى في الملعب اللي صالح فريق الرجاء عن طريق اللاعب حسن طير يحاول لأمامنا حسن طير ولكن الكورة مبعدة بشكل ممتاز واستخلاص بشكل رابع الربيع يلعب كورة أمامية تمريره بشكل ممتاز من جانب الشهر لهذه كورة أمامية منعوبة لأثير ثومت ولكن ترفى من جانب عمر ديوف يبعدها عمر ديوف إلى أسامة تعاون أسامة لعمر بخيد بلا رضي الشباب مستوي كورة طولية من جانب مستوي لدواردو سات نومبر سلام من جانب ساسا هدافة جامبيلز الأفريقي حتى الآن حاول عوبة من جانب ساسا عمر بخيد هيثم مصطفى يحاول اتفاجه من لاعبين وتدخل سنائي على هيثم مصطفى وعرض للصاحب للصالحة عرض للصالحة كورة في الأمام عمر بخير تلعب كورة طولية على حدود منطقة الجزاء تصل إلى كوكو كوكو إلى بايلة بايلة لبشعيب المباركي بشعيب في الجانب الأيمن دوما يلعب في الأطراف ويعتمد على سرعته دوما في الاختراف أو مهارة الفردية بشكل متواصل لبشعيب المباركي كورة بلعوبة إلى أمير الربيد أمير يلعب كورة في الأمام ساسا بكورة رأسية لبشا وصلت في الجانب الأيمن هنا لمحمد الشيدي في متصف الملعب بصالح فريق الرجاء عن طريق بايلة أكثر اللاعبين تحرطوا من جانب فريق الرجاء مصطفى الطالحاوي تمرير إلى عمر ديوب ديوب نقل إلى زميل الأصماراني من ديوب إلى بايلة يتقدم تمركز ممتاز للاعبي الهيلات تمركز ممتاز للاعبي الهيلات ضغط على حامل الكورة تمريرا منعوبة استخلاص من جانب عمر بخي في حالة الهجمة تمريرا في العنوان من هيثم الكورة الماضية حادث مجددا أمين الرباطي كورة من جانب أمين الرباطي إلى عمر ديوب في متصف الملعب وصلت إلى محمد أولحاج يلعب كورة مامي محمد أولحاج وأعلى من الجميع ثلاث مزاوي الرجار الدفاعي يبعد الكورة تمريرا في العمام من جانب أسيرة وخطأ خطأ مكتسف كورة منعوبة تلعب بثلاثة وعشرين دقيقة من زمن الشوط الأول شاهدين متابعين الكرام عبر الجزيرة الرياضية وما زال التعادل السلبي بين الفريقين هجم لصالح الهلال يلا أساسا يحاول التقدم أدواردو سادومبا مروض ختم صلاة مامية والكورة العرضية ولكن إلى خارج عرضية الملعب يبحث عن زميل أدواردو سادومبا يبحث عن زميل أدواردو سادومبا وهنا ميشوا كل لغطة وكل حسرة ويطلب من لاعبيه بالتحدث سوما كل هجمة تمر يا شباب تحسب على الهلال كل هجمة تمر وتضيع تحسب على الهلال لا للهلال ولا بد الاستغلال طرب الرقمية منعوبة من جانب هيسر عالية مبعدة من حارس المرمى طارق الجربوني إلى هجمة مرتدة العودة يا شباب الصلاقة في الامام عن طريق كوكو كوكو أو أي بايلة بايلة يتقدم في الامام طنف بايلة يحاول التمرير والتسلل على اللمباركي تسلل على اللمباركي إتقان في ضبط التسلل من الخط دفاعها بقيادة باري جيبا وصليف مسلاوين شفعات يتمكن التسلل الشعيب المباركي عمر مخيفي منتصف الملعب سيف مساوي باري جيبا جيبا للمساوي يتقدم في الامام سيف مساوي وصلت إلى امام إلى دوردو سادومبا تمرير لبشيا لا تطلل يلا يا بشيا طلق على المرمى بشيا قدم يا بشيا عرضية يا بشيا ركز يا بشيا تبشيا ركز يا بشيا كرة كانت سهلة لو رأى المرمى لكان من الممكن أن نلعبها مباشرة في المرمى لأنه الحارس قبلا قبلا تلعب كرة بشيا شوف الكرة الماضية لا تسلل لو تقدم عندك المساحة يا بشيا عندك المساحة شوف المرمى خالي شوف المرمى خالي واخذ العبرة من لاعب انبيا من لاعب انبيا الذي رأى تقدم المعز محجوب ولعبها مباشرة في المرمى هنا اللقطة كانت مواتية لبشيا بأن يلعبها بكل سهولة في المرمى ويعلن على الهدف الأول ولكن الجاير في ابن الله يا بشا ساصة في الأمام وين المهارة يا دوردو تقدم تمرير منعوبة بدأ الهلال الآن بشن الهجمات ونرى روح عالية تماما من لاعبي الهلال في هذه الأخطار روح ممتازة من لاعبي الهلال يعني الروح الروح الثارية أو الهسامية في تقول في هذه المباراة ما كان يرشاه البعض غير موجودة تماما نرى الدفاع في الأمام واعتقد أن من خلال الخمسة وعشرين دقيقة التي ولت ومرت وبهذا الراحة أمامنا الآن واعتقد أن الهلال من الممكن أن يسجل بشرط استجلال الكرة التي ستوالى وتنهمر على فريق الهلال دون فائدة منها كرة منعوبة أمامية وحاول الكرة عربية عالية مرت إلى خارج أرضية الملعب تمرير منعوبة لأسلام التعاون شوفونا الجماهير السودانية الحاضرة والمتابعة رجالاً صغاراً كباراً كلهم حاضرين أجالي السودانية في المدرس حاضرة جاءت لتمرين الأمس لا نبس الهلال دعمت الهلال جمهور السودانية لا اشكرا منعوبة هنا أعظمنا محاولاً استقدم سير توماس راجل راجل أنعب الجماعية واقتطع من مكان مؤثر قطع من مكان مؤثر قطع من مكان مؤثر هلال والله تتهادى له قرص سهلة تتهادى له قرص سهلة ولا يستغلها شوفوا الهفظة الغلطة أنعبنا بيش طوالي يا راجل أنعبنا بيش طوالي ما داعي للتأخير لا داعي للتأخير والتطريط في كل القرص التي تأتي عموض الخطيات أمامنا بالمكان نتمنى يا هيسة من تضحى في المربع الدعوات والدعوات أن تعالق الشباش وتعلن عن الهدف الهلالي الأول تشكر أيضا الجالية الهلالية المتابعة والمساندة لفريق الهلال عموما فريق كبير أينما ترحلت يعني أنقاف الهلالية لا بد أن تجد البطح الزرطاء من الجماهير الحاضرة في الشعب في أمة الهلال وصفها عموما جمهور السجن سواء كان الهلال أو الريق أينما ذهب جماهير عاجفة لفرح القدم وحالم بلقب أفريقي الآن لطأ أمامنا وهيسر في لطأ مواسية لهدف أول يلا هيسر يسي من حوالي يحسب عدد رياردة كنا منعوبة وإلى خارج لا استغلال للأطلاء لا استغلال للأطلاء أبدا شوف الكورة كانت منعوبة أمامنا حاولا للعبها يعني في زاوية حارس في زاوية حارس المرمى الحارس طارف الأجر حيسر أكثر اللاعبين لعبا في البطولات الأفريقية من جانب الهلال للقائد الذي ظل لسنوات وسنوات مع فريق الهلال وما زال يحدوه الأمل ويحدو كل الأمل بإذن الله في التأهل والحصول على لقب أفريقي طال انتظاره وطال الشوم لهذه البطولة التي تعتصر جماهير الهلال ألم عليها بضراحة في كل سنة في عتبة تدخل تمريره من عوبة أمامية محاولة لاستطيعهم للأمام بالشعاب المباركي في مستطف الملعب إلى كوكو طورة إلى حمر ثيوب تقدم في الأمام حمر ثيوب كوكو تغير اتجاه اللاعب من جانب كوكو مرت إلى رمي السماء الجانبية أمير الربيع كورة منعوبة في الأمام من جانب أمير الربيع عالية مرت إلى سنة دونبا بل إلى رمي التماس الجانب رمي التماس في إشارة المساعدة الأول فيها الحسن طاقل طبعا مرتين يقول مباراة اليوم بقيادة علي والنجاستري صحب الثلاثين عامل حكم المباراة أفضل حكام أفضل حكم من جانب كمريرة منعوبة في الأمام كورة منعوبة من جانب سيف مستوى وصلت إلى حارس المرمى طارق الجرموني الجرموني يلعب كورة أمامية أمير الربيع إبعاد بشكل خاطئ على منطقة الليلان وبحكمة وعقلانية وخبرة كبيرة عمر بقي بعادة الكرة إلى حارس المرمى المعز المعز يلعب كورة أمامية أمير الرباطي يبعد الكرة وصلت لخليفة خليفة يحاول استخدق تمريرا يبشة واحد اثنين والثمث وين يلا ياسير يا تيومس العرضية وين الهبل الهلالية والهلالية ضاعت ومرت عادة رجائية مجددا إلى هجم مرتبط في قدم في الأمان وكان فريق الرجاء فورة تصل إلى اللاعب خاصة الحاوي الحاوي يحاول المرور مر من الأول مر من الثاني وستطى مستمت خطى على باري دنبا خطى على باري دنبا انتعاص من باري دنبا ينخل لفرار حاكم اللقاء علي وزن خطى كان ومشوف فولة المجر في الكورة الأولى من جانب الطبص نحاول الأول وهنا عن حنقلة من جانب اللاعب فارسي فارسي وشوف منا السماهير العاشق لفريقها وظهور فريق الرجاء الذي يحضر مباراة اليوم يعني الفضور السماهيري ليس ذاكي الفضور المرجو أو المنكسر ليس ذاكي الفضور المرجو أو المنكسر المرجو فريق الرجاء بعد أن أجد الفرصة يدعاه في الفضور اشتركوا في القناة تسديده كانت من جانب حصن طير ولكن المعز هو من طار وابعد الكورة الموافية هو من طار وابعد الكورة الموافية بشكل ممتاز من جانب المعز شوف الكورة كانت سائرة الى درف الشفاه ولكن تعلق من المعز في ابعاد الكورة بشكل ممتاز طبعا جاءوا هنا الحسب على ضياع الكورة من جانب حصن طير كورة ملعوبة في متصف الملعب كام التعاون يبحث الكورة في الامام بالشيخ سلام وصلت لطلحاوي الى عمر تيوب في المتصف الملعب هنا الضفط من جانب هيس المتصف وصر لا يعادل الكرة في المناطق الخلفية تصل الى محمد الشيخ يتخزم لبشعب المباركي في مستصف الملعب في صالح الرجاء تمرير الأمامية الى طلحاوي يلعب كرة أمامية طلحاوي للمتخزم عمر تيوب وحاول في الجانب الايسر لكرة عرضية منعوبة وزيف مستوي اعلى من التبيح ترويز من هيس المصطفى وحاول الاستقراص وصلت هدية التعاون هدية التعاون كرة منعوبة أمامية فاكورت كروفاتية من جانب عمينة الرباطي جبحية الى حاول استخدام الجانب حاول استخدام الجانب حاول استخدام التعاون لكرة العملية تمهت ترجاء الفيضاوي من ناحية والأولاد التي حفل عليها هذا الفريق دوري المطربي عشر أولاد أولها كان في عام 88 وآخرها في 2021 كأس العرش كان حفل على سد أولاد وآخرها كان في 2005 دوري أبطال أفريق 86 87 99 كأس الاتحاد الأفريقي عام 2003 وحفل على المجيز والكأس الأفريقية وأن أفر أفريقية عام 68 هذه هي مطرات بريق أبجان الذي قسس في عام 69 عموما قصة جميلة قصة تأسيق فريق الرجاع المجيز لأن الفريق كانت على التعمار الفرنسي وكان لابد أن يكون رئيس النادي فرنسي العجباري على ذلك فاستعانى في رجل جزائري رجل جزائري هو بن عباجي بن عباجي استعانى فيه كان راجل جزائري يعيش في المغرب وعده جنسية جزائرية وبه أطبح رئيسا للنادي وتحققت الشروط وبالتالي أطبح رئيسا وكان أول رئيس لهذا النادي وعد ذلك لسالح الفريق لدرع الفريق وتأهل كأول الفرنسي وعنده كبير كبير الأفريقية لفريق الفرنسي الفرنسي الرائدة بكل عمانة في البقولات المختلفة وفي حجاب المغرب والنسوء العددين وفي هذا الزريق مصطفى الحجاوي مصطفى من شوعد خلاحة في مصير الجموعة من النادي الكرة من عبامية ومحاولة لصالح بريق الرجاء تقدم أمامنا والرجاء من الله أن يفوز الهلال تبينه والكرة إلى خارج أرضية المحركة الكرة إلى خارج أرضية المحركة كرة أمامية وردو سادومبا تقدم أمام من جانب دواردو سادومبا تعادل سلبي إلى حين اللحظة وأنينبا هو القصد تعادل سلبي إلى حين اللحظة كرة من عباما من جانب هيصف الطفا داخل منطقة الجساء حاول ولكن المبعدة المحركة هناك أكثر من تغرى للمروض والهلال قادر على الوصول بل وصل لأكثر من وره ولا داعي لهذه استدخلات يا أمير الربيع لا داعي لهذه استدخلات حتى من اللفاء يخرج البطاقة الصفاء بطاقة لم يكن لها أي داعي بطاقة لم يكن لها أي داعي يا أمير الربيع يعني في مكان بعيد لا تشكف خطورة ولقصة غير مؤكرة أبدا لا داعي لهذا التغرار المتهور على فتح من لاعز حكم الشيء عموما حكم المباراة معدل ثلاث بطاقات في كل مباراة بطاقات الصفراء لأن الراجل في حكم في آخر عشر مباراة أخذت ثلاثة وثلاثين بطاقة ثلاثة وثلاثين بطاقة بطاقة أخرجها وبالتالي و نسف رجلتين جسر وبطاقتان مراوان أخرجهم على حق وبالتالي في ناحية مفاجة بالطاقة من حجم من حجم للتعاون ومراوان تسجيع يتواصل ومؤسل ومتواصل وتعادل ما ذا تنفي بين الفنسين إلى حين اللحظة الهلال يحتاج توقع على غلط تقصير يا شباب لهدف يحتاج لهدف تعادل هناك تلبيا حتى الآن بين عنيمبا والقطل فوز بأي شكل من الأشكال في مباراة اليوم وبأي نتيجة تمرير منعو كورة وصلت لخليف كورة مامية سادنبا داخل منطقة الجزاء والناعة محاولة خطيرة بالجانب دوارس سادنبا ما ذلك كورة كائمة وهنا حاول حكم اللقاء يامور بن السمرارية محاول كارث خطيرة ومر في كور الماضية بتعلق من حارس المرمى طارس الشرموني خطيرة الهلال وهو الأغضل والأكثر إخناعا حتى الآن هو الأفضل والأكثر إخناعا خلي اللقاء هذه وجيب اللقاء 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 جيب اللقاء 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 شوف التمرير موزون بشكل ممتاز ترويض ولا أروع من جوار سادنبا وحارس المرمى على طريق تتفرر اليد بعاد الكرة في اللحظة الأغيرة حارس المرمى طارق الجرموني الهلال الأكثر قادر على الوصول هو الأفضل هو الأكثر إخناعا فالإمتاع حتى الآن تمرير منعوبة أمامنا صورة في الأمام حاولت الرز هنا من جانب الرجاء العرضية داخل منطقات الجزاء ترويض بشكل ممتاز من جانب عمر مصير صورة منعوبة أمامية إلى رمي السماس للصالح الهلال شوط الأول نلعب في أقل من ستعنقات على الختام ولابد نيضة ضعبو جلال أمو نصف معنى يعني عدم توفر الكرس معنى عدم توفر الكرس بسهولة هنا تاخل للمرة الثانية للمرة الثانية تضع سدو في أكثر من مرة الثانية ولكن كما يحتاج يجد فشة لأكثر يعني شوف الكرة التي مرت هنا لم تكن وصل لكن تدو على الطرف على الطرف داخل مساء المجرد لابد أن نجد سرعة من التحرق لبشة لأن يجد اللاعب القادم ويلعب الكرة بشكل عرضي في أكثر كما ذكرت يجد نفسه أمام ذاوية حارسة المرضى ويحتاج أن يلعب الكرة بشكل عرضي ولا يجد بشة نجد بشة متأخر في أكثر من المجمع كرة تصل للوعز محشو معزي العكورة في الأمام كرة أمامية وصلت إلى بشة وصلت لبشة بشة في متصف المنعب أمير الربيع خليفة عمر بخير في المنعب عمر وصلت لخليفة مجددا تمرير بيني لحيث في مكان مبتاز تأخذ المنطقة تجد وضع يا جماعة بالمرة المليون للمرة المليون الكرة تضيع للاعب الهلال والمباراة تهدي نفسها للاعب الهلال والاستغلال لكل الكرة التي تأتي شوف الكرة الواضحة أمامنا يا رجل في يا دومت انت امام المرمى انت امام المرمى لا في خط الدفاع الكرة بهذه السكل يلعب كرة لا تحتاج لأي شيء امام المرمى في خط ست ياردات والمرمى امامك ما اوسع المرمى يا راجل تلعبها بهذا الشكل فرص اتمنى ان لا يندم عليها للاعب الهلال وفي كل مرة تقول بان الهلال يضيع المباراة من بين احيان في كل مرة يخسر الهلال بنقطة وباقدام لاعبه والفرص التي تضيع يعني كورة منعوبة في الامام محاولة ماميا مرت في رمية مرت في رمية 40 دقيقة مرت وثلاث اهداف محققة محققة تضيع من جانب لعبي الهلال ثلاث اهداف محققة يعني كان فوق الشوط الاول تجلت ثلاث اهداف زيما بقول هلنا يعني رجلت قفل الشوط الاول الثلاث اهداف ولكن حتى الان كورة اختفن فيها لعبو الهلال في اضاعته كورة منعوبة مامينا الرباط تمرير بالشيخ الخاص هنا امامنا كورة منعوبة في الامام محاول للتقدم وصلت الى يافي الصالحي امير الربيع خليفة لعمر بخيز بشكل خاطئ واستخلص وتصل الى كوكو تقدم بجانب محمد الشيبي عسن طير في المتصف الملعب امين الرباطي نفت لعمر عوبة في الامام الى عمر ديوب الرباطي ضغط من جانب أمستد Dzumbo ناف شك العب الهلاب في منطقتهم وعمليه مباراة على أعلى مستوى من ناحية السكرة التقليل insanlar والثورة الدفاعي عاملين من براء عشر على عشر براء عشر على عشر من ناحية التقلية الدفاعية والثورة الدفاعية حتى من ناحية الهجمات لأنهم قادرين على الوصول للبرمى وبطنوا للبرمى في أكثر ولكن فقط ما تبطر يعني التقلية والتبطيق 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 والتعامل مع كل القرآن كورة منعوبة في الأمان هاو العادة في الملعب أيضا مطبخ لمسا بشكل مستدف خليفة يستدف يلعب كورة مامية بشا بالكعب من جانب بشا والثقلية الدفاعية عاد مجلسا بشا ممتاز يا بشا كورة في المستدفع إلى كوكو كوكو إلى بايلاء عمر ثيوب من جانب العيسر عقدم من جانب ثيوب الرباطي تبرير غيلة عز الشيبي خلاق طمامية من جانب الشيبي سلام من جانب الشعيب المباركي والضغط على بوشعيب المباركي من جانب عمير الربيع كورة منعوبة في الأمان والتسلل التسلل التسلل واعتذار بشكل جميل من جانب العيسر في أداعب الشعيب من جانب الشعيب المباركي هذا أداعب لديلتحدات الحد مشعب سفا تسوه لحظة خروج الكورة الماضية لحظة خروج الكورة لن يكون ذاكتا لن يكون ذاكتا بمكتا ولكن لحظة ناضية لم يكون ذاكتا تقيمة واحدة في إشارة حكم اللقاء حكم علي والسري تقيمة واحدة ونكون بالحوب أمامنا ومحاور نتقدم ربنا يسر ربنا يسر والمعزز لحظن في الأحضان حذر يا شباف حذر يا شباب الهجمات التي يجب الهلال أي نعم هي مغرية هي مغرية للإدفاع ولكن يجب أن لا نفرص في الدفاع يجب أن لا نفرص في الدفاع وركارت أمامنا واللعبة كارت أمامنا من عمر بخير ووصلت إلى أحضان المجدس بالسلام وأفضل رمي السماسة الجردية سورة طالح الهلال 44 دقيقة من زمن الشوطي الأول وما زاد على التعادل الصلبي بين الفريقين تمرير منعوبة في الأمام في وقت تصل إلى بايلة بايلة يلعب كورة في الأمام أمار بخير التخلاص يلا تعاون يلعب الكورة العرضية داخل منطقة الجزاء إلى جواردو سادومبا سادومبا وين المساندة وين الفزة التي ذاتي من اللعاب الهلال سادومبا لا تأتي بل قبل هجمة مرتدة لصالح فريق الرجاء انطلاقة في الأمام كورة لصالح مشعيفة المباركي إلى الصارح والتخلاص بشكل تقدم في الأمام تمرير أمامية معز 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 الحذر يا شباب في كل لفتات والحذر على من هذا اللعب لا بد أن نأخذ المسيطة من هذا اللعب والشعيف المباركي شوف السمرير كانت ثانية وللمرة الثانية للمرة الثانية أمير الربيع يخصي في مصير مثل تسلوح الثالثة ثابتة يبنى الربيع الثالثة ثابتة يبنى الربيع خذ الحذر مرتين مشوا على حكم المباركة ثالثة من الممكن أن تكون ثابتة على سيف مساوي أو باري تبا أن يكون أو يوجه أمير الربيع لأن يأخذ الحيطة كورة عرضية منعوبة داخل منطقة الجزاء مبعدة وعادة مجددة نقلات متواصلة وصلت إلى هجمة للصالح فريق الرجاء تمرير منعوبة أمامية أثير توماس ياثير أو أفوان ربيع كورة منعوبة أمامية للمرة الثانية أمير الربيع تدخل فيه نوع من الرعونة ومن الممكن أن تجذل بطاقة الحمراء بهذا الأسلوب لعب يحتاج للتوجيه لابد من لاعبين التفرق فالساو الأول معز أو عمر مقيد أن يكون لهم توجيه لللاعب أمير الربيع في التعاون مع تسلم وفي تدخلات اللاعب ضد لاعبين الهلال ضد لاعبين الرجاء فريق الذي يلقف من نصر الأخضر الواضح أمامنا في أصورة إذن مشاهدين الكرام شوص المباراة الأول يتحد بالتعادل السلبي بين الهلال وبين الرجاء في مباراة صيصة فيها الهلال كان الهلال فيها الأفضل والأقنع والأكثر تقدما على المرمى ولكن تفننا اللاعبو في ضاعة السورة وتتمنى بإذن الله شاهدين الكرام تطفلوا بسياتي نتفلوا بسياتي نتفلوا بسياتي نتفلوا بسياتي اشتركوا في القناة انترنتيونال يستضي كوري تيفا الإتبع الرابع والعشرون من الدوري البرازيلي أطريا على الجزيرة الرياضية لاختادم غدا في الاوقات التالية اذا مشاهدين الشوط الاول ينتهي في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والهلال السوداني والتعادل السلبي وسيد الموقف بين الفريقين وايضا ما زالت النسيجة هناك في افا الناجرية التعادل السلبي ماذا القائم ايضا بين انينبا الناجيري وايضا فريق القسم سبورت الكاميروني اولا كابتن هذه المباراة مباراة انينبا وفريق القسم الكاميروني وهذا هو هدف هدف المقدمة لفريق انينبا اذا هذا هو في صالح فريق الهلال يعني اذا شيء مبشر لفريق الهلال فريق انينبا يتقدم الان على فريق قوسل سبورت سامروني في اللحظات الأخيرة حالا في هذه المباراة المباراة الأخرى هذا هو شيء مباشر لفريق الهلال بأمر الله في الشوط الثاني أولا كابتر رشيد دعوني ترحيب بك أنت وكابتر الدكارية وكابتر الدين ثم نتحدث عن الشوط الأول فريق الهلال يؤدي بشكل أكثر من رائع وهجوم ضغط من البداية على فريق الرجاء ولكن هناك تصرع غير منطقي وغير مبرر في إضاعة الأهداف ولذلك أضاع الفريق أكثر من هدف محقق أمام مرمى فريق الرجاء نحن ذكرنا يمكن في بداية الستوديو المشاكل العامة لكن المشاكل المعروفة له الهلال منذ العام الماضي طلع كان ممكن يلعب في النهاية طلع بإضاعة الفرص شفنا في مباراة كان يحتاج إلى هدف واحد أضاع يمكن خمسة فرص شفنا أيضا فراته لغطنا الكاميرون اللي خسرها في الكاميرون خسرها أيضا لصاب إنه الهلال قسر 2-0 لكن أضاع خمسة فرص مشكلة الهلال إضاعة الفرص المستمرة وأيضا لأنه لوعية اللاعبين اللي يلعبوا في وسط الملعب اليوم هو طبعا لشأن صح المعلومة في الأسماء في الأول يمكن كانت مواضحة ويلعب بثلاثة لعبين غلب ابتكات فيه اللي هم أتير طومس وخليفة عمر بخيد يلعب أمامهم بهيثة مصطفى وبشا تحت مهاجم واحد اللي هو السادنبا معل ذلك إنه يلعب ليضمن إنه لا يدخل مرمى هدف وإن كان شفنا فرصتنا ثلاثة ضاعوا لفريق الرجال البيضاوي أعتقد إنه الهلال يحتاج إلى نوعية اللاعبين إذا وجدوا الفرصة اللي وجدوا أتير طومس يخلصوها عنده أعتقد في كانت الهلال لعبين جيدين يمكن يخلص هذا المرأة لكن بهذه الطريقة وبنوعية اللاعبين الموجودين من الصعوبة جدا إنه ينفوس بهذا المرأة لأنه شفنا سادنبا لوحده من الصعوبة إنه يستطيع أن يخلق صحيح إنه فرصة واحدة خلقت لكن بشكل عام نوعية اللاعبين الموجودين هي أكثر من فرصة قولك تفرق الهلال ولكن أنا أتحدث عن نقطة التصرح في إنهاء الهجمات هل هي ضعفة الفرص تثق عن التصرح فينا كما نتحدث أم أن هناك عدم ثقة من لعب الهلال في إمكانيات اللاعب أولا لاعب أتير طومس أصلا هو مدافع ليس مهاجم يتوجد في هذه المكان لأنه أصلا طلب أنه يلاعب فصل ملعب عنده حركة كبيرة جدا لكن إمكانيات الهجومية ضعيفة جدا نوعية اللاعبين الموجودين عادة بيشة ربما واللي ما عنده خبرة كبيرة جدا أعتقد سادوم بهو الوحيد اللي ممكن أو هيصى مصطفى للإستعرز مثل هذه الهداف الهلال مشكلته الآن نوعية اللاعبين الموجودين من الصعوبة جدا أن تستطيع تقول أنه ممكن يحرز هدف لابد أن يدخل المدرب يتم تعديل طريقة ما هي تعديل الثلاثة ممكن أن ترجح كافة الهلال في أحرار الهداف حتى الفرص أتت له إنما إنه إنه تقدم آل ممكن أن يخرج اللاعب وسامة تعاون رجع هاتير توماس باكيمين أو خليفة باكيمين ويدخل إذا كان موجود عنده في كنة الاحتياط نحن عندنا الموجودين على كنة الاحتياط اللاعب مهند الطاهر أوتوبونك إذا جاهز أيضا ممكن يستفاد منه إدخاله لابد من إدخال بكري المدينة أفضل من هاتير توماس على الأقل أنه عنده المقترة على أنه إحساس الهداف الهلال يحتاج إلى لعبين مهاجمين في هذا وراء الخبر الجيد طبعا أنه الآن الهلال عنده سمن نقاط بهذا التعادل وما ظهر الفريق في سبع نقاط مع الهلال أنه صاعد الدور قبل النهاي لكن الهلال لتأكيد النتيجة لا بد أن يفوز بهذا وراء لأنه ممكن جدا أن يتعادل في أي لحظة كم تفكر الدين المغربي فريق الرجاء بداية موفقة في أول ثلاثة دقائق بل الدقيقة الأولى هي هدف محقق وفرصة وانفراض وفي شك أنه ضرب الجزاء في بعض القرار هل ترى أن البداية لفريق الرجاء اختفت بعد خمس ضهق ولماذا اختفت هذه البداية السخينة وهذا الضغط المستمر من فريق الرجاء يعني شاهدنا في أول انتلاق المباراة أن فريق الرجاء طراحة أضع هدف محقق ولولا يعني ترك الحكم لمتابعة العملية لكان ممكن أن يستفر على ضرب الجزاء لفريق الرجاء لكن أعطى الفرصة للعب الذي قدف والفورة لمست ثم كانت هناك محاولات أخرى لكن بما بعد لاحظنا أن فريق الهلال وكأنه استفاق من نوم لأنه فريق الرجاء كنا نعتقد كما تكلم على الكبتة الزكارية على أن فريق الهلال هو الذي سوف يضغط لكن فجأة والرجاء من خلال الدقاءة الأولى فبعد هذه الكورة أول دقيقة هذه الكورة الصالحة ينفرج بالحالة ثم تدخل الحالة هنا ضرب الجزاء لكن الحكم أعطى يعني صارك العملية والكورة لمست العارض ورجعت ففريق الهلال كان محظوم لأن لو تشعر لهذا الهدف كان ممكن أن يميعتر جميع أوراق فريق الهلال واللعبين والمدرب فمن بعد شفنا فريق الهلال هو الذي سيطر يعني في وسط الميدان وخصصا شاهدنا اليوم وممكن يشاطرني نفس رأي الكابتن رشيد وهو هيثم مصطفى اليوم يتحرك بشكل يعني جميل في وسط الميدان وكان وراء كورتين لفريق الهلال تمريرا من اليوم ثم تمريرا من وسط الميدان وكانت ممكن تعطيه أكثر من ففريق الهلال كان ممكن نشجل على الأقل إصابة لكن التصرع وممكن الضغط الذي يعاني لعب فريق الهلال هو الآن وأظن إذا استمر فريق الهلال يعني في تضييع الفرص وحنا نعرف في لغة كورت القدم الفريق الذي يضيع أكثر يستقبل شباك في آخر بأي يعني أي لحظة هدف وهذا هيكون يعني أظن يشكل أزمة بالنسبة للفريق الهلال وممكن حتى نهاية الشوط الأول فريق الهلال سوف يتصل يعني سوف يعرف ما هي المباراة وما هي نتيجة المباراة هناك سوف يعني سوف يلحط على النتيجة كي يعرف يعني ماذا سوف يتصل أشوف الثاني كبتن سيكون الهلال أكيد بشكل آخر سنسأل هذا السؤال لكبتر رشيد بعد أن نذهب لكبتر ذكرية أولا ونتحدث بشكل حيادي عن الأداء من كل الفرقين في البداية فريق الرجاء والبداية الحماسية في أول ثلاث أو أربع دقائق ثم ليست هناك أهداف عند فريق الرجاء ولذلك يعني تقريبا فني وتفتيك لكل المدربين في الشعوط الأول وهل ترى أن الهلال قادر بالفعل على الشعوط الثاني إذا عايز أعلم بنتيجة إنينبا وسيكون الأعصاب أكثر ارتياحية سيكون الأداء بشكل أكثر تنظيما أم أن الأوضع سابقى كما هو عليه بهذا الشكل هجاوب من الجزء الأخير من السؤال وهو إذا اللاعبين عرفوا نتيجة إنينبا ده حيبقى فونتها الخطورة إذا حشوا من الحالة النفطية اللاعبين إذا نزلوا الشعوط الثاني الشعوط الأولاني زي ما أنا توقعته وقلت إنه هيبقى فيه مباراة ستكون سريعة مفيش توطر لعبة الرجاء خالص بيلعبوا بهدوء جدا بيصروا المرمة بسهولة ده نتيجة لإن لعبة الهلال فيه اندفاع هجومي فيه هجوم وتحركات عشوائية بعض الشيء ولكن ده نتيجة للحماس الزايد في محاولة لإحراز هذا الحقيقة إذا الهلال لأبدالله خرج النهاردة يبقى خرج بأفضل من العبيد لأن العبيد الهلال النهاردة جاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر تلعب كتير أول مرة يلعبوا ونشوف أساميهم ونعرفهم أكيد بدنيا حيبقى مستوام البدني هيقل فإذا مطالب من لعبة الهلال مواطنس المشوار واتغلاء الفرص المتاحة في الشيء الثاني دون النظر لنتيجة مباراة إن ينبا حتى لو هم اللازلوا مغلوبين 1-0 دي ممكن القطن في آخر دي أو في الوقت مدل إضافي قدسنا عن ميشو المدير الفني لفريق الهلال والقيادة الفنية للفريق في الشوط الأول الإيجابيات والسلبيات في الجنب التكتيكي لميشو وما هو الذي يجب أن يفعله في الشوط الثاني حتى يحقق المراد كما نقول وهو الفوز إن غير الفوز لا يضمن الهلال التأهل إلا إذا بقى تنتيجة كبهية وهذا غير بردو أول نقطة أهامة جدا إنه تغيير بين علاقة الفوز ملعب اللاعب خليفة وثير طومس أصلا هم مدافعين أصلا وممكن جدا يغير أمير كان نزكت وصامة تعاون لكن أنا فرأي شخص الآن لما نزلطي للكروت اللاعب أمير أخذ كرت ممكن جدا يتعرض فأي خطأ ثاني في تكلين ياخد كرت ياخد كرت أحمر تبقى مشكلة كبيرة من جسبي لذا لابد أن تغيير اللاعب أمير ويرجع اللاعب خليفة ويتطومس وتغييره وإي شكل ما كان ويدخال اللاعب يقوم بالواجب الهجوم بشكل أفضل حتى يساعد اللاعب بيش واللاعب هيصة مصطفى في أنهم تكون هناك فرص أنا أفضل أنه يكون مهاجم طبعا صريح وممكن اللاعب بيش يطلب منه أدى الواجب الدفاعي بجانب اللاعب عمر بخيت فبالتالي يكون شكله الأفضل لكن بهذا الشكل كما ذكرت صعب الفوز لابد أن يدعم الفريق بقوة هجومية أفضل بلاعبين إمكانياتهم الهجومية أفضل ولكن أيضا يلعب بتحفظ أن الرجال يشوفناه خلق فرص سنة وثلاثة الهلال طبعا نحن ساتد في إضاعة الفرص معروفين ممكن منهم كم سنة نتمنى أنه في الشطان كما ذكر الكبتين فقردين لابد أن استغلال الفرص لأن مباراة القطن لا يمكن أن أنا في رأي شخصي يستطيع القطن أن يحذف هذه التعادل لا يا مباراة معلقة ما زالت ممكن جدا كبتين فقردين في عقالة عبداللطيف جريندو وتقييم فني لقيضته لهذه المباراة وما هو الغرض الفني في مباراة الرجاء من خلال استطلاعك لأشكل لأداء فريق الرجاء في الشرط الأول كبتين لا نلوم كبتين جريندو ولا نلوم اللاعبين فهي مباراة شكلية بالنسبة لفريق الرجاء دخول اللاعبين الأساسيين أو يعني الإنذارات التي هناك موجودة أو يعني كل هذه الأشياء لا تفيد في فريق الرجاء اليوم فريق الرجاء اليوم يبحث عن الداة يبحث ممكن انتصار معناوي معناوي استمعنا لتصريحات اللاعبين وكلهم كانوا يركزون عن البطولة تكلموا بانه يجب الانتصار حتى نكمل مشوار البطولة لان خلاص فريق الرجاء يعني فقد كل شيء خرج من الكأس المغربية كأس العرش ثم خرج من البطولة الافريقية فاعتبق له البطولة وهذا شيء ممكن ان يلعب عليه فريق الرجاء يعني في المباريات المتبقية ان شاء الله اذا هذا هو الحديث السريع حول هذه المباراة بنى شوطي المبرى ولكن عن الشوط الثاني ماذا سيفعل كلا الفريقين هذا ما نتبعه من خلال احداث الشوط الثاني وبالفعل سيكون التعليق لزميلين جواد بالدام على الصوتية الاولى والزميل سوار الزهب على الصوتية الثانية ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الافريقية الافريقية لكل ذا القدم هيا نشارف هذا الحدث افريقيا هيا نتير مفرقية الرأس ستاندربانك خطوة للامام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأجمعين لمحية لكم مجددا شاهدين احترام وشابعين عبر التسجيل الخرياضية وأسعب الله بكل خير ومحبا في هذا اللقاء الذي يسمح لديكم ضمن ختام دور المجموعات الكامبينزليك الأفريقي لذمن المجموعة الأولى التي تطمع نمبر الغلال الرجال لقاء الهلال ولقاء الرجال يسمعون إياكم ضمن هذا الملعب مركب الغامس ملع فريق ناجع الرجال ولا يتقاسمه أيضا مع فريق ناجع الوجات شوص المباراة الأول انتهى بالتعابل السلبي بين الفريقين في شوص صيصر فيه الهلال وتفنن فيه في إضاءة الفرص التي توالت للاعبي الهلال بالجانب الآخر الأهمية أيضا لدينا وتهمنا مباراة القطر وأنبا والأمر الهام أن أنبا يتقدم في هذا على القطر أنبا يتقدم على القطر ومنخص الشوص الأول شاهدناه في شاشة أخرى هنا داخلية في التصدير أنبا يقدم مباراة كبيرة والقطم يعاني هناك وبالتالي لاعبي الهلال هذا كله لن يفيد إذا لم يفز الهلال في مباراة اليوم أو على أقل تخزير أن يخرز هدفا وحيدا وبالتالي يكون الضمان والاحتمال بعد ذلك على مباراة أنبا التي يقدم فيها أنبا مداءا كبيرا حتى الآن ويتقدم في هدف على القطر الطدار الأنبا الذي ضمنه تأخل بأحد عشر نقطة ثانيا أربطهم بالتبع نقاطه تساوى مع الهلال بفارق الإجداء على الفطر السبعة والهلال السبعة الرجاء أخيرا بنقطتين فقط جناهما من تعادلين بالنسبة لفريق الرجاء بينما المجموعة الثانية أهل ترجي تأهل الوداد لكل منهما أخرى الأهل ومولدية الجزائر بانت الملامح للمجموعة الثانية وهنا الانتظار خمسة واربعين دقيقة تفصلنا عن المتآهل الثاني من هذه المجموعة وبإذن الله وببركة كل آمئة قال آمين أن يتأهل الهلال إلى وأن يكون هو الفريق الثاني الذي يتأهل تشكيلة الفريقين الغيف الهلال يلعب هذه المباراة بمعز محجوب في حراسة المرمى أميرة ربيع باريزين باسيف مستاوي وغسامة تعاون غنيف أحمد وأثير تومس وبشا وعمر بخير خيطا مصطفى وإدوار دساننبا هي تشكيلة الهلال بينما فريق الرجاء يلعب بطارق الجرمون حراسة المرمى لديه في الدفاء عمر تيوب أمين الرباطي محمد أولحاج محمد الشيبي وسط الملعب كوكو بايلة مصطفى صالحاوي ياسين الصالحي وفي الأمام حط الضير وبشعيب الماركي باللون الأبيض يلعب فريق الرجاء على يصار الشاشة وباللون الأزرق يلعب الهلال على يمين الشاشة صورة منعوبة أمامنا ومحاولة والتسلل ياتي هنا على لعبي الرجاء التسلل كانت في الصورة الماضية ولأكثر من مرة كما ذكرت أمير الربيع لأكثر من مرة لا يتعامل بصورة جيدة مع التسلل من شخلع النظارة ونتمنى أن ينخلع أيضا الحظ العازر من أقدام لاعبي الهلال نتمنى ذلك لفريق الذي كما ذكرت منذ سنوات فقط يحتاج إلى جرهم حظ يحتاج إلى جرهم حظ رمي احتمال جانبية سمرير منعوبة عمر بخي يلعب كورة في الأمام وحاول الاقتفادهم ولكن عمر تيوب يبعد الكورة خطأ هنا على لاعب حط الطير خطأ على حط الطير سمرير منعوبة في الأمام ليه بش بش يحاول استفادهم ومرت الكورة إلى رمي السماس الجانبية رمي السماس منعوبة في الأمام عن طريق محمد الشيبي ووصلت لعمر بخي في متصف المرعب الربيع بش عمر مباركي تقدم للأمام ولكن تصل إلى بارس مباركي بارس مباركي بارس مباركي مستصف المرعب أو من هيثم مصطفى لخليفة يتقدم خليفة يلعب كورة لسا دنبا ممتازة الهلال في التقدم أسير كثير إلى هيثم مصطفى في الشرق الدفاعي فريق تقدم مباركي لأنه كما ذكرت أكثر من لاعب ذوي نزعة دفاعية ست لاعبين ست لاعبين ذوي نزعة دفاعية لعب الهلال وأنت يا ميشو الآن تحتاج لانتصار ولديك في دكتورك مدلاء مهند الطاهر وبالتالي أمر عام جدا لأن يضع ميشو في الحسدان أن الخمسة واربعين دقيقة القادمة أو الأقل من ذلك يعني وواحد واربعين دقيقة القادمة في هذه المجبرة أن يضع فيها معنى الانتصار بهدف على أفنى أمير الرباطي تمرير ملعوبة من جانب أمير الرباطي إلى محمد أولحاج أولحاج كورة طولية ملعوبة في الأمام من جانب محمد أولحاج في مستطفى الملعب إلى أسير الجمع أسير الجمع كورة مامية من جانب أسير إلى أسير الجمع أسير الخجم خليفة فاصل في الملعب يأسير كومت من البداية راجع تقدم في الأمام خليفة كورة ملعوبة واردينبا يلعب كورة في الأمام من المستلم لا لأ هذا ما نتحدر هذا ما نتحدر يستلم بشاء لا يجد لعب يلعب معه كورة العربية يستلم ساجنبا لا يجد لعب يلعب معه كورة العربية تشكيلة ميشو ولكن نتمنى ان لا ينعكد ذلك على الجانب المجومي كورة ملعوبة اقتلال من جانب الشيبي في منتصف المرعب عن طريق كوكو وشعيفة المباركي وصلت الى الشيبي كورة منطولة في الامام وحباري جيمبا او سيف مستاوي تعادة الكورة الى وعز محجوم يلعب كورة الامامية الوعز راسية تصل الى هنا امين الرباطي مباشر بعدها في الامام امين الرباطي كورة وصلت للمعز مجددا من اخر العبيد الى حارس المرمى المعز مجددا وهنا نضرات المجرب المغربي مدرب عبدالطيف كريندو عبدالطيف كريندو مدافع الصابس كارلي والذي احترز لفرابة العامي واخر الزكام طبعا لقب في الكامبيون عبدالطيف الفريق مع مجددا السمرير منعوبة متواصل لفريق الرجاء كورة في الامام بينين منعوبة انتحاول امام من المشعيف داخل مصرات الجزاء والمعز معز يزعظ يزعظ المعز محجوب من هدف انبا وهذه المرة بالصحة ويقضى للعبة بوشياء بن مباركي التي لعبها مباشرة في المرمى وبضع بعدها بعد ذلك الى برب برفنية لصالح الرجاء برب برفنية لصالح الرجاء برب برفنية لصالح الرجاء في خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثانين من المباراة وحاصل طير في تنفيذ الكورة ماما حاصل طير لبوشياء حاولت انتقى الدوب كورة عرضية اوه مرة قطيرة مرة قطيرة ومن جارب عميل الرباط القادم من القلب الكورة الماضية الى خارج ارضية الحر مرة برسل وسلاما على مرمى الهد رمي السماء وكورة هنا ماما من المعوبة للسيد مساوي تقدم مامنا كورة بينية ملعوبة الرجاء ينشط في شوط المباراة الثاني رجاء ينشط في شوط المباراة الثاني ياميشو كورة ملعوبة من المعز في الامام عالية من حارس المرمى المعز الى حارس المرمى الجرموني تمرير الى كوكو كوكو الى وايلا نقلات والتواصل هنا من جانب فريق الرجاء الذي كما ذكرت يقدم اداة ممتاز في الشوط الثاني دعمت الشوط الاول لعبي الهلال من الامور الواضح تماما على لعبي الهلال بكل امان وهو امر اصبح ملازمة قيادة البطول الهلال نقص اللياقة البدنية للاعبي الهلال نقص اللياقة البدنية للاعبي الهلال باكثر مباراة نحاول ان يكون منت المنطقة الناعية كما يمع الهلال وتعتمد على الهجمات المتدى بشكل واضح في الهلال فتحتاج لياقة بدنية عالية ولضغط متواصل في ان تتحقل على اضم وبالتالي نجد ضعف اللياقة يظهر مجرد ان يستلم في الشنفورة او يستلم لا نجد لاعب المعادي الهلال المتبركزين في المنطقة فتحتاج الفريق في هذه الاعضار ان كان هناك تغيير او تبديل لابد ان يكون في هذه الاخضار للاعب من ثوية النزحة المجومية لابد ان يكون في هذه الاعضار لان يعطى المساحة الكافية لان يفعل تقدم امامك تورة منعوها حتى الان هذه النتيجة حتى حين اللحظة هذه النتيجة وبهذا الوضع الهلال متأهلا حتى الان الهلال حتى الان يتعادل والغطن يخسر الى حين اللحظة باذن الله تستمر على ذلك او ينحب الضمان ويحرص الهلال هذا باذن الله ضرب رقمية ضرب رقمية كورة منعوبة داخل منطقة الجساء وصلت لأفير تومات أفير يحاول استنقذه في الامام أفير تومات ولكن استغطي جانتي من الجانب حوي صلاق الى دوار تستا دومبا يلعب كورة مامية لخليفة يلا يا خليفة ولكن محمد البيشي عادت الى هجمة مغربية رجعية مرمن الأول من الثاني بفاصل من المهارات الفردية بالجانب محمد البيشي ايضا يفير الاهزيج لفريق الرجاء ولجماهير فريق الرجاء اللطات المهارية من جانب محمد البيشي تمريره من قوة في الامام خطير ومغلق فريق الرجاء خطير الرجاء بو الشعيف يبحث عن عرضية ولكن معه وإلى قاند عرضية الملعب الى ضرب الارفنية ضرب الارفنية اللي رجع شوف لقصة يعني حفزت الجماهير الحاضرة لقصة ومهارات محمد الشيبي وهنا الغسالة الافتمراني محمد الطاهر المطلب الهام كان في العديد من المباراة الماضية الان هو اللاعب القادم الى داخل ارضيات الملعب هو اللاعب القادم الى داخل ارضيات الملعب تمنى ان يفعلها بتلسيدة او ان تستغل المهارة ان رجع اللاعب محمد الطاهر بصورة ايجابية وان يكون عونا باذن الله لكم العود هنا كورة امامية الرجاء لديها قد في اكثر من كورة يفصي اللاعب الرجاء تمرير منعوبة في الامام ويجب استغلالها صلقة امامية وصلت هنا عمر بخير عمر واردو سادنبا في منتصف الملعب نقل منعوبة ليه معز محجوب معز كورة من جانب المعز وصلت لسيف مستاوي مستاوي كورة امامية من جانب المستاوي ملعوبة للتعاون سامة تعاون في مستصف المعرب هيسم مصطفى بشكل ممتاز سلام يا هيسم تقدم في الامام والكورة الى خارج ارضية الملعب الارضمية ممتاز يا تعاون جويته جميل واحد بين هيسم مصطفى وبينه سامة تعاون ومهند الطاهر الغسال الاصمراني هو اللاعب القادم الى داخل ارضية الملعب تبديل اذا حكم اللقاء يشير الى التبديل القادم هو مهند الطاهر وبشة الى خارج ارضية الملعب بشة الى خارج ارضية الملعب اذا تبديل في هذه اللحظات يعني بشة قدم مباراة كبيرة ولكن شخصية اتمنى ان يبطى بشة يعني في وجود مهند الطاهر ازوار دسا جنبها بشة وهيسم مصطفى هذا الغباعي اعتقد من الممكن ان نجد فعالية اكبر هنا نعبه ملعوبة راسية راسية ملعوبة بالجانب مستاوي والى احضان حارث المرمى اي الى احضان حارث المرمى محاولة كانت الى الية ولكن الكورة مرة تشوف انكورة كانت عمامنا واوطيق مستاوي اعلى من الجميع في اللقاء الماضية ولكن في احضان الحارث يلا شباب وصلت للمرمى في اكثر من مناسبة خادرين على هد الشباع خادرين على هد الشباع كورة ملعوبة امامنا محاولة والله هدف هدف لفراح الجماهير المليونية التي تقف خلف شاجات التلفاز سوى في ربوع الوطن السودان او غارج حدوث السودان في مختلف احاء المعمورة المتابعين للقاء الهلال كلهم بدعوات صادقة وبامنيات اذا باذن الله بيئة اهل رمي السماح بيا قولوا يا الله ان شاء الله قولوا يا الله ان شاء الله بهدف قادم تمريره في مستصف الملعب حاول للصالح اجاب كورة ملعوبة الى بايلاء يلعب كورة في الامام بايلاء فارسين باستغلاص لعمر بخين مهند الطاهر تلان من جارب مهند الطاهر مع احكثر من لاعب مهند برر يا مهند تمريره من جارب مهند الى سير تومر في مستصف الملعب ننقل منعوبة مجددا يا مهند لمسا مهند كورة في مستصف الملعب بشكل ممتاز حيثم مع مهند تغلاص ممتازة كورة منعوبة لخليفة اتقسم في الامام خليفة حاول للمرور ولكن الكفرة تغلب الكفرة والجماعية والجماعة تغلب الكفرة والجماعة تغلب كمثيل قادم ايضا لفريق الرشاء حاول امامي هنا مهند الطاهر حاول بكورة كنفية ولكن الكورة مستخلصة وطلت المهند الطاهر لدوارد السادوبة يلا يقتصد السلام من جارب السادسة لهيثم وحاول وإلى احضار حارس المرمى طارق الجنبور ممتازين يا شباب ممتازين يا شباب ممتازين يا شباب ضعينا الان الوجه الهجومي والملامح الهجومية تبان وتظهر امام لاعبي الهلال وعف الهجمات الهلالية كورة منعوبة تصل الى محمد اول حاج يلعب كورة الى بايلا بايلا في تمرير امامية ولكن تخلاص هنا بشكل ممتاز تصل اتير جون لمنتصف الملعب من جانب اتير جون حاول في الامام من جانب الرجاء والطلاقة هنا لاتفجم وحاول عرضية والمعز مكتوب معز السلام تقدم مبارا ممتاز المعز تقدم مبارا ممتاز المعز تقدم مبارا ممتاز المعز تشوف الكورة في الاخصى تضاني للمعز لاعب القادم الى داخل الارتيحة المرعب للشاق آية الكريق الشاق آية الخريق والجماهير الراشا المظهور من الشعب الى الشعب الضهور الى الشعب الى داخل ارضية الملعب طلال الى داخل ارضية الملعب طلال الى داخل ارضية الملعب ط envelop الميل يمز فارد تبا يبحث من الميل يمز One déc ta من عمر هذه المباراة ومثال التعادل السلبي بين الفريقين في مباراة يطجم فيها الهلال اداءا ممتازا ولكن العبرة بالاهداف العبرة فقط يحتاج الى ترجمة هذه الفرص الى اهداف تعانق شباك صارق الجرموني نفقدهم امامنا الجانب اللاعب يصين الصالحي كورة عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاور وربنا ستر ربنا ستر من يصين الصالحي وتزديل يصين الصالحي شوف الكورة كانت عرضية ست لاعبين ست لاعبين سمرفز لم يكون بالشكل المطلوب مع هذه الحزمة ويا فاري يا ذنبا حاضر حاضر وقض الحذر وقض الحيطة في اللعبات لا تحتاج لهذه التدخلات التي حرعونا لا تحتاج كان من الممكن لو تعامل اللاعب بذكاء او في مكة كوروي ان يتحصل على ركل جزاء من هذه اللعبة يا فاري ذنبا كورة أمامية منعوبة من جانب المؤسس في الأمام راسية من جانب خليفة وصلت لأمين الرباطي أمين لأمين الرباطي تغيير التجاهل لعب لمحمد الفيشي سلام لاعب صاحب امكانيات متاسة يستخلص مهنة طاهب هيثم مصطفى تمرير من جارب هيثم دواردو سادومبا يستخدم في الأمام سادومبا فليفة واحد صفد في الأمام طاهر تمرير مجددا ساسة ينطلق في الأمام يحاول المرور يراوغ لعبين ساسة والثالث يحاول هنا الاستقدم يعني السلام السلام على كوكتيل المهارات الذي يقدم دواردو سادومبا شغال في الشوارع شغال بتعبيد شوارع بمطنة جزاء فريد شاء ولكن مباراة ولعت مشحاب اتقدم في الأمام مشحاب وما أصدق يا معز ما أخرجت من مرماك يا معز محجوب صلاة المدافعين حاولنا نتقدم أمامنا عادت في صالح الرجاء مباراة ولعت ولعت المباراة في هذه اللحظات جارب في اليمين هلالية وجارب في الاسر عالي الرجاء تقدم أمامنا سلام بجانب خليفة وين مهنة الطاهب تمرير للطاهب عادت مجددا تم التعاون هناك ولكن لست جنبة والقراءة من جانب أمين الرباطي كورة من جانب أمين الرباطي يلعب كورة في الأمام انطلاقه ليحسين الصالحين محاولة المرور هنا أمامنا مشحاب المباركي وحاولة تنفجم ولكن هناك راية وتسلل على بوشعاب المباركي على بوشعاب المباركي ضراء دخلت الفرم ضراء حامية دخلت وين مش الملعب مش المركب عمال الخامس ضغلت جوه الفرم أصبحت حامية بين خريقين ونتمنى كما ذكرت بإذن الله نتمنى أن يجد الهلال بلاذة فيها تسليل كانت أمامنا واللقصة إلى خارج أرضيات الملعب كورة تسليل كانت من صفيان بن صلاح كورة أمامية معز محجوب يلعب كورة في الأمام معز عمر بخيت في الأمام ساسا يحاول ولكن أقر لعبين محمد والحاج يبعدها وشكل خاص كورة ناضية تصل لأمير الربيع أمير الربيع مرور أو صغط السهوة والشعيب المباركي تقدم وتمرير أمامية بمتصف المحجوب مع هيثم مصطفى يتقدم يلعب كورة لخليفة في الأمام يحاول خليفة تصل لحارس المرمى ويبعدها في الأمام وحارس المرمى فطارق أجر أعادت لهيثم يلا هيثم مع مهند واحد الثاني والساقل وين يا هيثم يلا يا ساقل سعدم يتقدم تسليل ولكن استفسار جباعي وعن صريب في إبعاد الكورة الماضية من البديس جفيان بن صلان في منصف الملعب رجائي تقدم في الأمام الجانب الرجاء ومحاولة أمامية إلى فايلة الذي يحاول التقدم ولكن أمير الربيع بالسقطة النفاعية أمير يبعد الكورة في مبدأ الأمان والإصمئنان والسلام إلى رمية السماس جانبية رمية السماس وهناك تفيل من جانب نادي أمامية بسيط سليماني أعتقد دخل إلى داخل أرضية الملعب ياسيم ماني إذن إلى داخل أرضية الملعب شوف هنا لعبة سادنبا هنا لعبة سادنبا حدث تعامل لعبي الهلال مع كل الكورات الهجومية بشكل جماعي عدم التعاون بشكل جماعي محاول أمامية للعبة واحد اثنين مهندة الطاهر استخلصوا من جانب مهندة الطاهر عادت في المتصف الملعب زيف مستاوي لخليفة يحاول يستقدم خليفة مرر يا خليفة هايسم يحاول مرور من جانب هايسم إلى التعاون سلام على المرور وتزدينه ومرت خطيرة خطيرة بتزدينه من أسلام التعاون ومتابل أسلام التعاون بهذا التعاون بين هايسم وبين أساو وكاد أن يفعلها كاد أن يفعلها بتزدينه مرت بملي مترات من جانب بسانتي مترات من جانب القائم الأيمن للحار الصارف التربوني محاولة خطيرة كانت للهلال وما كان الحظ يعاند الهلال كاريك القادم إلى داخل أرضية الملعب نعم الآن من الممكن أن نجد الهجمات الهلالية تستغل بشكل أفضل مهنم الطائر أيسم مصطفى جواردوسا دم وكاريكا إلى داخل أرضية الملعب وخروج أسامة التعاون خروج أسامة التعاون إذن كاريكا هو اللاعب الذي يطول إلى داخل أرضية الملعب ودفل كاريكا لاعب طال انتظاره وطال الشوق للأهداف وبيضنامك يا كاريكا كورة منعوبة بالجانب أمين الرباطي يلعب كورة في الأمام ضربة مرمى ضربة مرمى سيد مساوي شباب القطن حتى الآن يتأخر بهدف وأنمبا حتى الآن يتقدم بهدف إلى حين اللحظة إلى حين اللحظة نحتاج لهدف للضمان والإراحة النقل كورة منعوبة في منتصف الملعب نقلات متواصلة من جانب لعبين رجاء نلعب دقيقة السابع والستين من زمن الشوط الثاني وتعادل السلبي إلى حين اللحظة تقدم مش عيب المباركي كورة منعوبة من جانب بونشعيف إلى سوتيان بونثلاث تغير اتجاه اللعب كورة منعوبة أمامية وعالية وباري جنبا في التخطية وابعاد بعد ذلك يتصل إلى خليفة يلعب كورة في الأمام خليفة في منتصف الملعب ساد جنبا يحاول استخلاصها أمين الرباطي كورة من جانب الرباطي إلى كوكو في منتصف الملعب كوكو كلام هنا مامنا محاولة للتقزل أمرير منعوبة الصالحة جاوة تسلل على بلشعيف المباركي سلب ألعب يا شباب لا وقت شباب ألعب شوف الكورة كانت أمامنا واستسلل شوف للمرة كما ذكرت أمير الربيع يعني دي المرة الخامسة المرة الخامسة أمير الربيع يكون قابل أو أدنى يعني في من يكسر وشعيف المباركي في السيدة تسلسل كورة منعوبة سعبة طائشة من جانب بارس تقدم في الأمام محاول هنا للمرور وتقدم على طريق اللاعب حتى تصير في متصف الملعب تصل لكاريكا يلا كاريكا طاقف الأمام من جانب كاريكا مرر يا كاريكا لمن يا كاريكا لمن يا راجل راجل لمن لعب السهل لعب السهل طارف الجرموني أمير الربيع بوكو يلعب كورة ممير إلى محمد الشيبي الذي يحاول التقجب ولكن السقص يتأتي من جانب عمر بخيت والمساند الجفعية من عمر بخيت والشورة إلى رمي السقص الجانبية أمير سماك كورة هنا داخل منطقة الجزاء مبعد أمامنا هيسم مصطفى معاد في الأمام يضغط طريق الرجاء في هذه اللحظات وكأنه هو الفريق الذي يحتاج لانتصار محاولة وتسهيلة مرة إلى قارج عرفية الملعب إلى ضربة مرمى هيسم لا بد أن يكون لا حديث سم مصطفى لا بد أن يكون لا حديث مع اللاعبين في هذه اللحظات سبق في عشرين دقيقة ويامسو الهلال هو من يحتاج للانتصار والهدف للرجاء الذي سلض خرج من هذه البطولة خرج من هذه البطولة في حنين من هذه البطولة تقدم في الأمام ولمس منعوبة من هيسم مصطفى إلى أفير تومس أفير يحاول أمامنا تقدم كورة منعوبة لمددد كاريكا كاريكا يلعب كورة ولا من كاريكا فاقد لروح المباريات فاقد لحساسية المباريات والأجواء المباريات حتى الآن والكورة لست جنبة في الأمام عدم الضفقة وعدم الضفقة ما زالت في السلفية يلا خليفة في الأمام كورة طارت من خليفة عادت مجددا سيق مستوي تمريره من جانب مستوي تصل يا مهند الطائر مهند يحاول التمرير في الأمام عادت يا هيسم كورة ملعوبة أمامنا إلى من يا خليفة إلى من يا خليفة وصلت مجددا مشعب المباركي لم تجد ولكن مرت عموما مرت عادت مجددا من جانب البيشي محمد البيشي إلى حارس المرمى طارق الجرموني في الأمام من جانب الجرموني راسية من عمر بخيز لكاريكا خطل صالح كاريكا خطل صالح مجسر كاريكا خطأ عمر بخيز في تنفيذ الخطأ يلعب كورة أمامية عالية سدنبغ تنص الكورة المسطية تصل لمهند الطاهر يحاول أن يلعب كورة في الأمام ولكن تصل سهلا إلى حارس المرمى طارق الجرمون تصل لطارق الجرمون كورة منعوبة أمامية حاول هنا للصالح لله لسا دنبغ بينية من هيثم مصطفى وصلت لحارس المرمى طارق الجرموني تدنبغ أفضل لعبي أفضل لعبين حتى الآن الهلال في هذه البطولة تدوار دوستا دنبغ هدافة بطولة في رصيد سبع الأهداف يليه محسن يغور لاعبين الوزار محسن يغور وفا بريسون دامعة بخمسة أهداف لكل منهم كورة منعوبة للصالح تحاولوا تستيد قرت إلى خارج أمامية حتى الآن غاضب على كل هذه مجلس دارة الهلال كان يعني خلص على أعقاب أن يودع ميشو الهلال ولكن نتيجة الشرط الجزائي الذي شتور الطوار ثلاث سنوات لجدد أن ميشو تقرب أن يبقى ميشو مع الفريق عموما في هذه المرحلة أو في هذه المباراة على بعد من مباراة حاسمة التغييرات الفنية ليست محببة في كثير لأنها تزعف على استقرار في الفريق كرة أمامية منعوبة محاولة لكرة رأسية مبعدة من جانب باري تصل لسيف مزاوي مزاوي يلعب كرة أمامية سيف مزاوي إدواردو سادنبا كمريرا لهيسم مصطفى هيسم كرة منعوبة إلى سادنبا في الأمام ولكن يشوف أربع لعبين مع من ما عساها وما عساها أن يفعل إدواردو سادنبا الراجل يفعل كل شيء إدواردو سادنبا يفعل كل شيء إدواردو سادنبا ولكن ما عساها أن يفعل فاليد الواحدة تلوح بأن تجد المعاونة وتلوح بالاستغاثة الهجومية ولا تصفز أبدا فرحة بهدف إذا ما أراد الهلال هدف كورة منعوبة في المسلطف الملعب الزير توماس كاريكا يلعب كورة رعسية متسر كاريكا خطأ مياسي هنا أمامنا واعتذار من جانب اللاعب فايلا في عمر رفيد غطأ يأتي وباري ديمبا أمامنا في تنفيض الغطأ يلعب كورة أمامية باري ديمبا خاصية من كاريكا تبعد عادة لكاريكا مجددا محمد والحاج في عادة الكورة إلى محمد الشيبي كوكو يجري اتفجاء اللعب من جانب كوكو تفجر في الأمام لابو الشعب المباركي في المستطفى الملعب عادة لهايتم مصطفى يحاول أمامه لعبين هيتم وعمر بخير كورة أمامية منعوبة بدوار دوستا جنبا مع حارس المرمى وحارس المرمى يخرج الحارس طارف الجردوني إلى مستطفى الملعب ويلعب الكورة أمامنا طارف الجردوني يلعب الكورة طارف الجردوني وحارس طارف المرمى أصبحوا كاللاعبين أصبح كاللاعب وأصبح حارس المرمى كاليبرو نعتبر كاليبرو واشهدنا كيف ان العام الماضي ان سبعة سعجر هدف من عشر في الجامبينة سليقة الأوروبية بالصناعة من فراث المرقع وكيف روجيري سيني حارس مرمى سوباولة البرازيلي وصل لأكثر من ألف مباراة وسجل إلى حين اللحظة أكثر من مئة وعشر أجاب روجيري سيني حارس سوباولة البرازيلي حارس في فراث السابين ضربة البرازيلي بصالح الرجاء كورة منعوبة وصل ثمان سبقينة إلى خارج نلعب في أقل من ربع ساعة على ختام الوقت الأصلي وما زال السعادل السلبي حتى الآن قيد الموقف في هذه المباراة كورة أمامية عالية حاول في متصف الملعب عادة مجددة انطلاق أمامية يلا يا مهنس تمرير منعوبة من جانب مهنس واردو سا جنبا يحاول استقادهم للأمام وحاول هنا استخلاص الكورة بشكل منتاز من سبيان استخلاص الكورة بطريقة جميلة كيف سياف الصرار استقادهم من جانب الرجاء ممتاز أمير الربيع كورة الماضية ممتاز أمير الربيع عمر بخير حيث المصطفى كورة منعوبة للمهنس الصاهر مهنس مريرة للقالد خليفة خليفة أدى مركز الصهير وأثير تومس أصبح في متصف الملعب بجانب عمر بخير حيث المصطفى كورة منعوبة بالشكل المصطفى هي هي وصلت إلى محمد أول حاج بايلة كورة في الأمام من جانب بايلة أيضا مصطفى استخلاص إلى ساسا يظل وحيدا يتيما في الأمام وين مدت الكاريكة وين مدت الكاريكة المهاجف الذي دخل ليلعب في جانب أدوار دوستنومة بعيدا حسن الأدوار المبارد في الخارج ينطاقص جزء ماء رسحي وتأثر كاريكة كورة منعوبة للصالح الرشاق وحاولها لتسقطهم يمتصف الملعب إلى بايلة يلعب كورة ذات المطقة الجزاء وتصل للمعلم وتصل للمعلم كاريكة ألعب السهل يا كاريكة ألعب السهل كورة في الأمام هايتم هايتم تمريره منعوبة من جانب هايتم تصل للمهند الطاهر حاول استفاده مهند السلطين يجب الله يلا يلا المحاولة والمتابعة سهده ضاعت 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 والحظ يعاند الهلال والحظ يعاند الهلال في لعبة كاريكة تستطيع في المرمى يلا هايتم كورة منعوبة ولكن عادت مهندم الثهر ستتتسليدة لهزة المجرمان هزة المجرمان خليك من المغرب كورة منعوبة يلا يا صاهر ووحد الثاني يا صاهر قد في الأمام تسليدة عادت مجددة عادت مجددة نعبة هزة المركب بالكامل وكانت أن تغرب مركب تسليدة مهندة صاهر لتواحد الهلال في هذه اللحظات يلا يا شباب نقسم ممنا انتلاق مع الطريق السياف متساوي كورة عرضية هاي الزمو يا للحب العافر يا للحب العافر الذي يأفى للهلال يا للحب العافر الذي يأفى للهلال أرهق حارس المرمى صارف الجربوني أرهق حارس المرمى صارف الجربوني شاعبي الهلال في الجمهور الهلال لو كان الحظ رجلا لقتلناه لقتلناه وشربناه من دمه لقتلناه وشربناه من دمه شوفوا هذا الظهر الراجل ما شافه حارس المرمى ما شافه بس شاف العارضة تحتز بس شاف العارضة تحتز مفتدقه أمامنا والمرمى ومن حارس المرمى ضاع السعب على الهلال هذه هي الكراسة التي تأتي بالحزرة وللأسف كما ذكرت أن الهلال يحتاج دوماً لجرب الحق الهلال يحتاج لجرب الحق يعاني ويقف حائلاً أمام كل البطولة ذات الهلال ويكون فيها مطنعة سواء بطولة 2007 بطولة 2009 أول كورس إزرالية العام الماضي التي كانت يقف بس الهلال ولكن يقف ملوحاً وماني ذلك الهلال وكتب على العديد هلال في البطولات الأفريقية يقف بس الهلال كورس إزرالية العام الماضية ويكون مهند الطاهر والأمر في رب العالمين أكبر الأمر في رب العالمين أكبر وأرض المرمو هنا طالب الشربونية تعلق ويصير ويبعد الكورة الماضية سلاقة أمامية حاول أن اتقسل عمر بقيش من جاف جاف في صفية وخطأ لصالح عمر بقيش خطأ لصالح عمر بقيش حاول هنا أمامناه مهند الطاهر في منصف الملعب كورة منعوبة لهيسم مصطفى هيسم وصلت ليه مهند جمريرا لجوارد أستاذ دنبا مصطلب حساساء تصل من حارس المرمى طارق الجرموني ملعوبة في الأمام ومحاولة طالت حتى الآن شاهدين متابعين الكرام وإلى حين اللحظة وبإذن الله يستمر الحال كذلك أنمبا يتقدم بهدف إفاني إيدي الذي أتى في الشوط الأول من ركل الجزاء بهدف يتقدم بهدف حتى الآن أنمبا ويا الله ويا الله تستمر النتيجة على ذلك كبتيل قادم للطالح أنادي الرجاء وشعيم الأفاركي إلى خارج أرضية الملعب وشعيم الأفاركي إلى خارج أرضية الملعب ورشيد سليماني إلى داخل أرضية الملعب رشيد سليماني إذن هو اللاعب البديل رشيد سليماني هو اللاعب البديل إذن إلى داخل أرضية الملعب بدلا من مشعيم الأفاركي نلعب في 82 دقيقة آخر ثمان دقائق من المباراة إلى حين اللحظة هي أن المباراة تخزم الهلال النتيجة تخزم الهلال ولكن هدف الضمان والأمان يا شباب تقدم في الأمان كورة منعوبة في منتصف الملعب من جانب كوكو إلى بايلا أمين الرباطي يلعب كورة طولية أمين الرباطي حاول هنا لكورة أمامية عن طريق رشيد سليماني يحاول أن تقدم المرور من الأول من الثاني مر سليماني وخطأ والله لعبة حبثت القلوب خرار الحكم يعني أعنوى لكن يعني لقطة الحكم دوما كأنها تشير في هذه اللقطات في كثير من الأحيان مباشرة تجد ردة فعلك مع الحكم ربنا ستر فيها ربنا ستر فيها الكورة الماضية اللعبة التي دخل فيها السوفيان في الثلال ضربة مرمى والمعز محجوب في تنفيذ ضربة المرمى معز محجوب في تنفيذ ضربة المرمى وميشو يطلب لعبه بفتح بفتح ملعب وبالتقدم بكل تأكيد للأمام مهند الطاهر كورة طالت على مهند الطاهر وصل تمامية حاولا للتقدم هنا واستخلاص صفائي ممتاز من جانب باريس ينبا باري يلعب كورة في متصف الملعب حيثم مصطفى لخليفة خليفة كورة في الأمام وهند وطالت إلى خارج أرضية الملعب طالت إلى رمي سماس جانبية كورة من أمير الرباطي وصلت إلى رشيد سليماني سليماني يلعب كورة في الأمام سليماني تقدم أمامنا وحاول ألعب على صفرة الحكم ألعب على صفرة الحكم يامير رمي اعتماس جانبية وهنا ميشو بكل تأكيد دقائق قادمة دقائق قادمة فيها يعني كل الأمل دقائق قادمة فيها كل الأمل وفيها كل الأمل مهند الطاهر حاولوا تمرير منعوبة لأدواردو سادنبا هيسم مصطفى في منتصف الملعب لهيسر هيسم تمريرا لكاريكا داخل منطقة الجزاء جل أكاريكا وهنا الكرة إلى غارج أرضية الملعب أصحاب اللاعب يا كريتا أصحاب اللاعب يا كاريكا من جراء الإصابة غابة لأكثر من مباراة غابة لأكثر من مباراة ضرب ركنية أمامنا ومهند الطاهر كورة ملعوبة داخل منطقة الدفاع عالية تصل إلى دواردو سادنبا سادنبا لهيسم كورة العرضية ملعوبة رأسية ترك لها لأسير توماس لأسير توماس أو أمير الربيع القادمين من الخلف لكان الحال أفضل شوف اللق وشوف ما تفعله كورة القدم بالمدركين شوف ما تفعله كورة القدم بالمدركين